قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس تولتنبرغ إن فنلندا ستنضم رسميا إلى الحلف غدا ثلاثاء مبرزا أنها ستقدم للحلف قوات مدربة ومعدات وعددا كبيرا من قوات الاحتياط ستولتنبرغ في تصريحات له الاثنين أكد أن الحدود البرية مع روسيا ستتضاعف بانضمام فنلندا لحلف الناتو مشددا على أنها ستصبح دولة كاملة العضوية اعتبارا من الثلاثاء وستشارك في كافة اجتماعاته فنلندا تنضم رسميا إلى الحلف هذا الثلاثاء حيث ستقدم للحلف قوات مدربة ومعدات وعددا كبيرا من قوات الاحتياط حدودنا البرية مع روسيا ستتضاعف بانضمام فنلندا للحلف ولقد أثبتنا لبوتين أن أبواب الناتو غير مغلقة وانضمام فنلندا للحلف خالف توقعته انضمام السويد في المستقبل القريب هدف دول الناتو